أمت الله تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم دخل الجنة المرأة هل تأخذ نفس الثواب والأجر كالرجل تماما شيخي الكريم؟ نعم الحمد لله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال فكل ما ترتب عليه على فعله أجر للرجل هو أيضا أجر للمرأة إلا إذا خصت دليل الرجل أو خصت دليل المرأة لكن الحديث السواب على عمومه هو للرجل وهو للمرأة فمن صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة وما هل يعني أنا أحافظ على صلاة الفجر والعصر فقط وأترك باقي الصلاوات؟ لا نبي عليه الصلاة والسلام هذا من قبيل إبراز أهمية هتين الصلاتين إنه حافظه على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة الوسطى هي صلاة العصر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهولا قرآن الفجر أي صلاة الفجر ويتعقبون فيكم بلئك يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأهمية صلاة الفجر وأهمية العصر لكن المسلم يحافظ على جميع الصلوات فالجزاء للرجل والمرأة إن شاء الله سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم وجمع المسلمين والمسلمات ممن يحافظون على الصلاة الخمس في أوقاتها وفي جماعة